أودت قوات النظام السوري استهدافة قرية كنصفرة بجبل الزاوية براجمات الصواريخ بعد قصف صباح اليوم أودى بحياة أربعة أطفال من عائلة واحدة كما استهدفت قوات النظام بالقذائف العنقودية قرية عبشيب بالتزاون مع غارات روسية على البلد ومناطق متفرقة في إدلب ويوم أمس قتل خمسة أشخاص بينهم أم وأطفالها الثلاثة في قصف على قرية بلشون في جبل الزاوية نتحدث إلى مراسلنا في إدلب إبراهيم تيريسي إبراهيم أطلعنا على مزيد من التفاصيل وكيف يفسر عندكم هذا القصف المتواصل من قبل النظام وروسيا هل هو تمهيد لشيء أكبر ما؟ نعم وأهل يعني في الحقيقة منذ ساعات الصباح الأولى تقوم قوات النظام السوري باستهداف قرى وبلدات جبل الزاوية للصواريخ المدفعية وراجمات الصواريخ أيضا قامت قوات النظام السوري صباح اليوم باستهداف قرية كنصفرة في جبل الزاوية الأمر الذي أدى إلى سقوط أربعة أطفال من عائلة واحدة وكما قامت بقصف قرية كفر عويد في جبل الزاوية بالصواريخ العنقودية يأتي هذا القصف ضمن سلسلة من التصعيد مستمرة منذ أكثر من شهرين تقوم بها قوات النظام السوري مدعومة بالطيران الحربي الروسي الجديد بالذكر أيضا أن التيران الحربي الروسي قام بتنفيذ عدة غارات جوية على منطقة عين شيب في ريف إدلب بالقرب من مدينة إدلب يقال أن هذه المنطقة التي تم استهدافها هي منطقة تابعة للمعارضة السورية كما قامت قوات النظام السوري أيضا باستهداف الطريق الواصل بين قرية كنصفرة وقرية البارة بالقضائف الصاروخية والمدفعية هذا التركيز وائل على استهداف ناحي الحياة وخاصة البيوت المدنية وخاصة البيوت التي تحوي الأطفال بحسب نشطاء هو أمر ممنهج يقوم به قوات النظام السوري لأن الاستهداف يتم حاليا عن طريق سواليخ ما الهدف يا إبراهيم؟ تمهيد لعملية أكبر؟ في الحقيقة وائل لحد الآن لا توجد حشودات عسكرية للنظام السوري على أطراف جبل الزاوية أو مناطق التي يسيطر عليها النظام السوري لذلك النظام السوري وروسيا تعتمد بحسب محللين استراتيجية جديدة غير استراتيجية الاجتياح العسكري هي استراتيجية الرعب العميق التي تبثه في صفوف المدنية في جبل الزاوية من أجل دفعهم إلى الرحيل من مناطقهم نعم صحة شكرا جزيلا يا إبراهيم إبراهيم تنريسي